بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله وأسعد الله صباحكم بكل خير ومرحبا بكم مجددا في هذا المؤتمر الصحفي اليومي والذي يتعقده وزارة الصحة من مبنى وزارة الصحة هذا المؤتمر الثاني والعشرين يأتيكم اليوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من شهر مارس لسنة الفين وعشرين نقف فيه ونتباحث ونتناقش حول أبرز المتغيرات العالمية والمحلية والإقليمية وحول أبرز المستجدات والتطورات فيما يخص تفشي مرض كوفيد نايتين والذي يسببه الفيروس التاجي فيروس كورونا من غايات الاستراتيجية التباعد الاجتماعي والتي قلنا أنها تحديدا يطلق عليها أو المقصود منها التباعد الجسدي الفيزيكال دستانسينج من غايات هذه الاستراتيجية هو الإبطاء من تفشي هذا المرض بالإضافة إلى هذه الاستراتيجية إلى منظومة حددتها منظمة الصحة العالمية وهي تقع ضمن الاستجابة على وهي العزل والكشف والعلاج والتتبع هذه الاستراتيجية وهذه المنظومة من شأنها الإبطاء من تفشي هذا الفيروس وبالتالي سوف تكون إدارة الأمور بشكل متحكم فيه بشكل أفضل ويمكن احتواء هذه الأزمة وهذا الوباء العالمي ومتى ما تم التراخي أو الإيقاف في هذه الاستراتيجية أو في تلك المنظومة فسوف نرى الأعداد لا قدر الله تتضاعف وهذا ما حدث في بلدان ومناطق وأقاليم كثيرة حول العالم نتابعها بشكل يومي عبر التقارير الرسمية وعبر الأخبار ولذلك منظمة الصحة العالمية ما زالت توصي باتخاذ هذه التدابير والتي يطلق عليها الاستجابة وهي العنصر الثالث من برنامج الترصد والتنبؤ والاستجابة فيكون هناك عزل كشف علاج تتبع وبالإضافة إلى التباعد الاجتماعي أو التباعد الجسدي الفيسيكال دستانسينج سوف نحقق جميعا نتائج أفضل وهذا ما نشاهده ونشاهد أثر ذلك شاهدنا أثر الالتزام بهذا في بعض المناطق وشاهدنا أثر التهاون بالأخذ بهذه التوصيات في مناطق أخرى أصبحت الآن وفقا لتقرير 63 الصادر من منظمة الصحة العالمية مساء الأمس 80% من الحالات حول العالم في إقليمين فقط وقبل أسبوع كانت 90% من الحالات في أربع دول فقط الإقليمين هما أقليم أوروبا وأقليم غرب المحيط الهادي غرب المحيط الهادي بالنسبة لموقع دولة الكويت بالنسبة لنا يصبح أقصى الشرق وهي الدول المطلة على الساحل الغربي للمحيط الهادي قرابة تقريبا 29 دولة المواجه للأمريكتين والأقليم الثاني هي أوروبا وخلال الأربع عشر ساعة الماضية هناك ثلاثة دول انضمت إلى قائمة الدول التي أعلنت تسجيل الإصابات فيها إذا كنا قد قلنا بالأمس أن عندنا 189 دولة فاليوم 192 دولة حول العالم مجموع عدد الحالات حول العالم 339 ألف حالة موزعة على 192 دولة 81 ألف حالة منها بالصين أو أكثر بقليل 275 ألف حالة خارج الصين بالنسبة لأقليم شرق المتوسط والذي يضم 22 دولة والدول التي أعلنت 20 دولة أصبح لدينا دولتين حتى الآن لم تتم تعلن عن ثبوت إصابة فيها مجموع الحالات في أقليم شرق المتوسط أكثر من 26 ألف حالة أما بالنسبة لحالات الشفاء فهي 8368 حالة عالمياً عدد حالات الشفاء قارب على المئة ألف حالة ولله الحمد وفي صباح اليوم أعلن معاً لوزير الصحة الشيخ الدكتور باصل الصباح عن شفاء تسع حالات في دولة الكويت ليرتفع عدد حالات الشفاء والحالات التي أعلن شفاؤها بعدما أصيبت بهذا المرض 39 حالة ونسأل الله الشفاء والسلامة للجميع بالأمس هناك ستة حالات ولله الحمد أتمت فترة الحجر الصحي وفقاً للنظمة الوقائية المتبعة في وزارة الصحة ووفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية أصبح الآن لدينا عدد الحالات التي أتمت الحجر الصحي في دولة الكويت 708 حالات فيما يخص الإصابات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في دولة الكويت ثبتت وتأكدت إصابة حالتين الحالتين مخالطتين لحالات مرتبطة بالسفر بالمملكة المتحدة وهي من الجنسية الهندية والأخرى من الجنسية الفلبينية أصبح مجموعة الحالات لدينا في دولة الكويت 191 حالة حالات الشفاء 39 حالة أصبح لدينا عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية والصحية في إحدى المؤسسات العلاجية المخصصة لذلك 152 حالة خمس حالات منها في العناية المركزة ثلاث حالات في وضع حرج وحالتين مستقرتين نسأل الله لهم جميعا الشفاء العاجل ونسأل الله للجميع السلامة أما بالنسبة لعدد المسوحات المخبرية فقد بلغ 17.316 مسحة مخبرية وجاوز عن ذلك المدير العام لمنظمة الصحة الإقليمية اختتم خطابه في يوم 20 مارس 2020 ببعض التوصيات وحقيقة يعني وددت أن أنقولها إليكم هذه التوصيات الغذائية الصحية لممارسة نمط حياة بشكل أفضل لا تعني بالضرورة المحافظة على الصحة على المدى البعيد وإنما كذلك على المدى القريب وهي تساعد كذلك في تعزيز جهاز المناعة وتساعد كذلك في المحافظة على الحد من المضاعفات وتفاقم المرض فيما لولا قدر الله حدثت إصابة ضرورة المحافظة على الغذاء الصحي السليم والذي يشمل جميع العناصر الغذائية بوجبات منتظمة وكذلك ضرورة تقليل السكريات ولا سيما المشروبات السكرية الأمر الآخر ضرورة الامتناع عن التدخين وهذه فرصة الآن للجميع للإقلاع عن التدخين بشكل نهائي فالتدخين يفاقم من المضاعفات فيما لو قدر الله حدثت أي التهابات أو عدوى بكوفيد نايتين الأمر الآخر وهو ضرورة المحافظة على الرياضة وممارستها بانتظام حسب توصيات منظمة الصحة العالمية نصف ساعة ثلاثين دقيقة للكبار أقل شيء وما لا يقل عن ساعة واحدة للأطفال فلنحرص عليها في هذه الأيام وفي الأماكن الصحيحة المخصصة لذلك مع مراعاة الابتعاد عن التجمعات الأمر الآخر وهو ضرورة المحافظة على الصحة النفسية فالأخوان والأخوات الذين يعانون من ضغوطات نفسية فهذا أمر طبيعي خلال الأزمات ولكن لنتوكل على الله ولنأخذ بالأسباب وكما نقلنا ونقول مرارا لنستبدل الخوف بالوقاية ولنستبدل الهلع بالحرص ونحن ما يقع بأيدينا هو الأخذ بالأسباب وبإذن الله تعالى إذا أخذنا بالأسباب وبهذه التوصيات بإذن الله تعالى نستطيع أن نواجه هذا التحدي وأن نحقق نتائج أفضل خالص الشكر لكم لحسن الاستماع والإنصات أما الآن إذا كان هناك أي مجال للأسئلة تفضل السلام بسم الله الرحيم دكتور عبد الله أبدأ الأول نحمد الله جدا كل يوم بنستفشر خير بقلة الإصابات من بارح كانت إصابة والنهاردة الحمد لله رب العمين إصابتين ومختلطين يعني مش إصابتين السؤال سؤالي دكتور عبد الله ما هي تعليق الوزارة على الأبحاث التي يجريها حاليا مع الدسمان خاصة تحت شرف وزير الصحة وتحت شرف وكيل وزارة الصحة إيه نتيجة الأبحاث السؤال الثاني حضرتك فيه بالنسبة ماذا اللي بتقوم بالوزارة الوقت على خططها وخطط معد كويت الاقتصاد الطبية حول موضوع الأطباء الموفودين في الخارج خاصة لمعظمهم في بعض الدول الموبوء جامد بالأصابات يعني ما هي خطط الوزارة في الفترة الجاية شكرا شكرا بالنسبة للأعزاء القائمين على مركز الأبحاث في دسمان فلدينا تواصل دائم معهم على طوال السنة وليس فقط خلال هذه الأزمة وهناك متابعة حتيثة ومشاركة بالنسبة في مجال الأبحاث وفي مجال الدراسات ونحن نشيد بجميع الجهود والتي تخصص الكثير من الجهد والوقت في ودخار هذه المعلومات والمساهمة فيها لتحقيق الفائدة للجميع وبما يعود بالنفع على المجتمع والفرد بالنسبة لزملائنا المبتعثين فهم يعني من المواطنين الكويتيين الذين في خارج البلاد والذين نحرص وتهمنا بالدرجة الأولى صحتهم والسلامتهم ونحن نتواصل مع قنواتنا الرسمية سواء داخل البلاد أو خارج البلاد للوقوف على جميع الاحتياجات والمستلزمات التي يحتاجونها وأن نحرص دائما أن يكونوا دائما بمنع عن الخطر وعن أي إصابة لا قدر الله نعم تفضل استاذ رياض عوات دريد الوسطة الكويتية دكتور هل في تفسير لتقليص العدد أو لنقص العدد في خلال الفترة أمس واليوم هل موضوع حظر التجول له أثر كبير في انحصار العدد كان من ثلاثة أيام سبعتشر حالة أمس حالة واليوم حالتين السؤال الثاني إن شاء الله قريبا غدا أو بعد غد ستستقبل كويت أبنائها اللي يوصلوا بالسلامة إن شاء الله لقدر الله في حالات إصابة أو غيره هل موضوع الصحة جهزت الأعداد القادمة الحجر الصحي المؤسسي على أساس أنه يتكفل بالأعداد القادمة إن شاء الله نعم يعني حاليا بالنسبة لتقليص عدد الحالات أو لقلة عدد الحالات لا شك بأنه يعني أمر يفرح الجميع إلا وأننا يجب ألا نعول على ذلك كثيرا ويجب ألا يدعونا ذلك للتراخي أو للتقاعس في تطبيق الإجراءات الوقائية أو في الاستمرار مع هذا التحدي العالمي بل يجب علينا أن نشحذ الهمم وكما قلنا أنه من المبكر جدا الآن تقييم هذه الأمور ما يجب ويستلزم علينا نحن الآن جميعا هي مواصلة الجهود مواصلة الجهود المشتركة إن كانت من وزارة الصحة وإن كانت من الوزارات المعنية أو الجهات الرسمية ذات الصلة أو من المجتمع ككل فهذا أمر مهم أن نواصل للجهود فنحن لم ننتهي بعد بالنسبة الآن كانت لدينا لوائح وتعميمات وتنظيم لهذه الأمور بالنسبة لفرز الحالات القادمة من بعض الدول وكانت لدينا كذلك قوائم للقائمين من بعض الدول وما يطبق عليها من إجراءات وقائية هذه القوائم قابلة للتحديث كذلك وإذا لم تحدث فسوف نقوم نطبق نفس الآلية التي طبقت مع القادمين إخوانا المواطنين القادمين من قبل فترة ونكرر أن هذه القوائم قابلة للتغيير وفقا للمتغيرات والتطورات العالمية نشأة الدبيس جارية الخليج بالأمس في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترقصه صاحب السمو زكر وزير الصحة الشيخ الدكتور باصل الصباح أنهم من المتوقع أن تزيد الحالات خلال الشهرين القادمين ثم بعد شهرين سيتم تثبيت هذه الحالات فنريد معرفة على أي أساس كان هذا الرأي هذا السؤال الأول السؤال الآخر كان أمس فيه مؤتمر صحفي لمدير عام منظمة الصحة الدولية مع رئيس التحاد دولي لقراط القدم وذكر في المؤتمر أن الطرق التباعد الاجتماعي والتواجد في المنزل هي طرق دفاعية لإبطاء المرض ولكن نحتاج إلى طرق هجومية فماذا كان يقصد الطرق الهجومية لحد من هذا الفيروس شكرا إن شاء الله أما بالنسبة لدراسة نشاط المرض وانتشاره فهذا يتم وبعدما كانت هناك دراسات وقراءة للواقع ودراسة انتشار هذا المرض ونشاطه في دول كثيرة وهناك بعض الدول التي قدمت دراسات لذلك وهذا كله تحت إشراف منظمة الصحة العالمية نذكر دائما ومرارا أنه نتواصل دائما ونتناقل المعلومات ونتباحث ونحاول نحن نسمع الأرقام ولكن نحن دائما نقوم بتحويل هذه الأرقام إلى معلومة وهذه المعلومة نستخدمها لصالح العام وحتى تعمل منفعة للجميع ونستخدم هذه المعلومات في ضمن أساليب الوقاية وبالفترة الأخيرة استخدمناها ضمن الخطوات الاستباقية فكل ما لدينا من معلومات وكل ما لدينا من تنبؤات هي من واقع دراسة حثيثة ودقيقة للمناطق وتطور نشاط المرض في الكثير من الأقاليم أما بالنسبة للتباعد الاجتماعي والذي أسميناه التباعد الجسدي الفيزيكال دستانسينج فإنه بلا شك يحد بشكل كبير عفوا من انتشار المرض وما زالت توصي به منظمة الصحة العالمية وتكلم به كذلك المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حتى في خطاباته الأخيرة وتحديدا كان في خطاب الذي كان في يوم 20 مارس حدد ذلك من ضمن منضومة احتواء هذا المرض ومن ضمن كذلك العناصر التي أدرجت تحت الاستجابة وهي العزل والكشف والعلاج والتتبع وتسبقها كذلك استراتيجية التباعد الجسدي شكرا جزيلا فضلك ايمة 24 عربية الحصيلة كيف تجري الاختبارات الإكليلية في الكويت افن الاسم على الجهة الاعلامية ايمة 24 عربية الحصيلة صوتي واضح الصوت استراتي ايمة 24 عربية الحصيلة كيف تجري الاختبارات الإكليلية في الكويت هل هناك اي دواء علاجي لامراض اخرى يجعل الكورونا اسوأ هل سؤال ثالث هل نقدر نعرف اكثر عن نشأة الفيروس السؤال الأخير ما هي مدة استمرار الفيروس في الهواء عند العطس حفاظا عن وقت لو سؤال واحد او سؤالين فقط حتى نستطيع نجاب عليه سؤالين ممكن سؤالين فضلي نبي نعرف اكثر عن الاختبارات الإكليلية كيف تجري الاختبارات الإكليلية الاختبارات التشخيصية تقصدين نعم ان شاء الله بالنسبة الاختبارات التشخيصية ما يتم عبارة عن هذه النقطة تكلمنا فيها بالتفصيل بالأمس وهو باستخدام الحمض النووي الPCR عبر خاصية ال Polymerase Chain Reaction وهناك لدينا الأجهزة والتي كانت أصلا متواجدة قبل ظهور هذا الفيروس هذه الأجهزة تستخدم حتى في علاج الكثير من الفيروسات تستخدم في علاج الفلونزة بأنواع الفلونزة A الفلونزة B وتأفوا في تشخيص تستخدم في تشخيص الكثير من الفيروسات الفلونزة A والفلونزة B فيروسات كثيرة مثل السايتوميغالي فيروس الإي بي في فيروس والفيروسات المسببة الفيروس المسبب لنزلة البرد الهومان سنسيشي الفيروس فهذه أصلا موجودة الأجهزة وخاصية الPCR موجودة كذلك وعندما تم التعرف عالميا على هذا الفيروس كورونا المسبب لكوفيد 19 تم كذلك استحداث بعض الكواشف الفيروسية التي تساعد على التعرف بعدما التعرف على هذا الفيروس بعدما يكون هناك عزل للحمض النووي لهذا الفيروس كذلك هناك طرق أخرى كالتشخيص عن طريق الأجسام المضادة ال-IgG ال-IgM وهذه هي الخاصية أو الأجهزة التي تكلم عنها الدكتور عبدالله البدر الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية والتجهيزات الطبية والأدوية شكرا جزيلا تفضلي حنان عبد المعبود جريدة الأنباء دكتور بالأمس أصدر وكيل وزارة الصحة قرار يقضي بمنع تداول أو حظر الأدوية التي تحتوي على مادتي الكولورفين والهايدروكسي كولورفين المواد دي من المعروف أنها دخلة في علاج فيروس كورونا المقترح عالميا أسباب المنع إيه في الكويت نعم هذه اللجنة والقائمة وهي لجنة فنية متخصصة وهي تقوم بدراسة جميع الأبحاث والتطورات فيما يخص أفضل العلاجات وأنسبها في استخدام الأمثل لعلاج فيروس كورونا هناك الكثير من المعتقدات التي كنا نعتقدها وكان نعتقدها العالم حول هذا الفيروس إلا وأنها تغيرت ولم تتغير إلا بعد مواضبة والاستمرار على متابعة الأبحاث وكذلك دراستها ومتابعة الدراسات الموثقة والمنتشرة عبر المصادر العلمية التي تعتمد عليها وزارة الصحة ويتمد عليها العالم ولسيما ضمن توصيات منظمة الصحة العالمية هذه اللجنة تقوم دائما بدراسة أفضل الأدوية وكذلك التحديثات وكل ما يتعلق بهذه التحديثات وظهور مثل هذا الفيروس بشكل مفاجئ وسريع أمر طبيعي أن نرى هناك دراسات وأمر طبيعي أن نرى كذلك هناك تحديث لهذه الدراسات وتحديث وتصحيح لهذه الخطوات شكرا جزيلا تفضلي سامار شديع من قناة الجزيرة دكتور تدعو وزارة الصحة بشكل متكرر بجموع لجموع المواطني والمقمي بالبقاء في المنزل وعدم الخروج حتى بعد انتهاء ساعات الحضر ولكن إذا استمر اليوم مشهد الازدحام في الشوارع الذي رأيناه بالأمس هل ستوصي وزارة الصحة بتمديد ساعات الحضر نعم 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 دائما نكرر أن الحضر سواء الجزئي أو الكلي هي من الوسائل التي تستخدم للحد من تفشي هذا المرض والاحتواء هذه الأزمة ولإحكام السيطرة على الأمور حتى لا تتفاقم ويصبح الوضع مثل دول أو أماكن مناطق أخرى حول العالم هي ما زالت حلول تستخدم ونحن كذلك واجبنا أن ننشر هذه التوعية ونحن واثقين من المستوى العالي من التوعية بين جموع المواطنين الأفاضل والمقيمين الكرماء ونحن الآن نقوم بواجبنا باتخاذ هذه الإجراءات وتطبيقها ونقوم بواجبنا كذلك بالتوعية إلا وأن هناك خيار كما ذكرتي إذا كان هناك خيار حجر أو عفوا الحضر الكلي فإنه كذلك خيار من الخيارات ونحن نتمنى ألا يعني تحدنا الظروف لاستخدام هذا الخيار أو التوصية به تفضل محمد الكندري وكالة لنبال كويتية كونة مجرآتكم المتخذة لناحية السعة السريرية في غرف العناية المركزة وهذا أولا وأجهزة التنفس الاصطناعي وكفاءتها لاستقبال أعداد كبيرة لحالات مصابة بفيروس كورونا لا قدر الله شكرا نحن إلى اليوم لدينا خمس حالات في الظرف أو أسرة العناية المركزة ونحن منذ ساعات الأولى وذلك وفقا لخطط الطوارئ لوزارة الصحة وخطط اللجان المشكلة بعد ظهور هذا المرض قمنا بدراسة احتمالية مضاعفة أعداد الأسرة وهذا هو ما حدث بالفعل في الآن مستشفياتنا قمنا بمضاعفة أعداد الأسرة في الكثير من أقسام العناية المركزة وهذا بالإضافة إلى أن هناك بعض العمليات التي غير الضرورية أو غير العاجلة أو الطارئة والتي تحتمل التأجيل قمنا كذلك بمحاولة تأجيلها حتى كذلك تكون هناك طاقة سريرية تستوعب لا قدر الله أكبر قدر ممكن ومحتمل هذا فيما يخص الأسرة فيما يخص الأجهزة أجهزة التنفس الصناعي لدينا والله الحمد ما يكفي لسد الحاجة وبإذن الله تعالى الآن يجري تدعيم بعدد إضافي من الأجهزة حتى يمكن استيعاب المشهد أو استيعاب أي حالة طارئة لا قدر الله ولكن لدينا ولله الحمد ما يفي بالحاجة خالص الشكر لكم جميعا ونلقاكم على خير